تعرضت مبارح لموقف عنصر كبير بألمانيا وبواحد من أهم وأكبر الشركات في ألمانيا فكيف صارت هاي القصة وكيف تصرفت أنا بهاي الحالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شهر رسلان وبهذا الفيديو إن شاء الله راح حكي لكم كيف تعرضت مبارح لموقف عنصر كبير في واحد من أهم الشركات ولأول مرة بألمانيا قبل ما قبلش الفيديو بتمنى من الكل الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركت هذا الفيديو مع أصدقائكم بدنا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الأصة وما فيها إنه رحت أنا بدي أشتريه وراء جدران من شركي اسمه باوهاوس طبعا باوهاوس معروف بكل ألمانيا حتى فيه منها بتركيا وفيه منها بأميركا يعني شركة ألمانية كتير كبيرة وفتت أنا طبعا كنت فايت جانس نومال يعني بشكل عادي كبير ومعرفي إين من رفقاتي فأول ما فتت على الريسيبشن طبعا فتت بالأينغانج ما شفت غير إنه الموظفي كان فيه موظفتين على الريسيبشن ففورا قالت لي إنه نحنا كان معي يعني شنطايت الظهر حقيب الظهر فطلبت منه شنطايت الظهر على يعني على إنه هو قانون أو هو يعني من القوانين تبع الشغل أو من القوانين تبع الأينغافن تبع الشراء والبيع إنه الواحد لازم يترك شنطايته على الريسيبشن قبل ما يفوت فيه يعني ممنوع إنه يفوت بشنطايته لجوع الشركي ويتسوق فيه فأخذت الموضوع أنا بشكل كتير عادي يعني يعني أخذت الموظفي أو البائعة مني الشنطا وحطتها بشيء اسمه شبينت هاي الخزاني الصغيري وقفلت عليها وعطتني المفتاح فبمشي بعد شيء عسر متر طبعا رفاتي كانوا سابقيني وبنا نفوت يعني أنا أخذ الأمور كلها يعني بشكل عادي أما قالولي إنه ليش أخذوا منك يعني الشنطا مع إنه في كتير عالم عم تفوت بالشناتة وعم تطلع فطلعت هيك يعني حوالي إنه شايف العالم كله أنا عم تفوت بشناتة وعم تطلع بشناتة وحتى وقت اللي كنا عم نحكي كمان شفنا وحدي فاتت كمان مع شنطايتها وما حكوها أبدا فيعني أنا نتابني الفضول إنه ليش هي أخذت مني بالذات أنا شنطايت الظهر مع إنه العالم كله عم تفوت وكتير يعني عم تفوتوا معاهم شناتة يعني في أحيانا بنات معاهم شنطاي هاي اللي على الجنب وشنطاي اللي بتنحط على الظهر فرحت لعنده وسألت لها إنه شو السبب إنه أخذت مني أنا بالذات شنطايت الظهر مع إنه شفت هلا يعني في ثلاثة أربع أشخاص وكلهم يعني حاملين شنطايت الظهر على ظهرهم فبتجاوبني وبتقل لي إنه هاي هيك القوانين تبع الشركة إنه ما مسموح الواحد يفوت معه شنطايت الظهر لجوه فأنا فعلت كتير يعني وحسيت يعني عن جد إنه بالعنصرية وقالت إنه يعني أنا وقت اللي بدير ظهري ما بشوف مين بيفوت بالشنطاي وبيطلع فكيف يعني إنه هاي قوانين الشركة والعالم عم تفوت وتطلع يعني وقانت نومال يعني الأمر بالسليم يعني لو إنه قانون لازم الواحد إنه يكون حاطط شخص موظف على الريسيبشن إنه هذا الشخص خلص شغلته إنه بس يأخذ الشنات من العالم ويقول لهم إنه ممنوع أن تتسوقوا يعني بشنطايت أو بحقائب الظهر تبعي تكون فبعد هيك قلت له قلت له طالما إنه هاي القوانين تبع الشركة فلازم تطبق عالكل يعني مو على ناس وناس لأنه في عالم عم تفوت وعم شوفها بعيوني وعم فرجيونيها يعني إنه شوفي هاي العالم فايتي بشنطايتها فوقت اللي بتقول أنت إنه هذا قانون خلص القانون بدي تطبق عالكل لا على التعيين يعني مو اللي شعره أسود إنه تاخذ منه الشنطاي أو اللي مبين يعني إنه أجنبة تاخذ منه حقيبة الظهر والعالم اللي من بيني يعني انه هني يعني اجانب او شقر مثلا او شعرون اشقر ما تاخد منهم نشناتي هذا الشي غير مقبول وغير عادة على الاطلاق فبعد هيك قلت له قلت له انه اعطينا شنتايتي انا ما عاد بدي اشتري عنكن هون بالشركة وما عاد يعني بدي اصرف انا مثلا سنت واحد بهالشركة هاي طبعا انا كنت دايما زبون وعميل عند هاي الشركة ولكن بعد هالموقف هذا اللي صار معي عن جد يعني طلعت من هناك كتير مزعوج ويعني بهاي الحالي وطبعا انا كنت وقتها يعني جاي من الشغل والعالم اللي بتجي لعنك اليوم بالشغل يعني كلها اجانب بحياتي ما فرأت انا واحد عن واحد يعني العنصرية تعتبر شيء كتير سيء وخصوصا ببلد مثل المانيا فبعد ما غادرت الشركة فورا رجعت عالبيت وفتت على موقع الشركة ورهت عالتقييم وكتبت التقييم وكتبت القصة كلها شكيف صارت معي وكيف يعني تم معاملتي تمت معاملتي من قبل الموظفات اللي كانوا على الريسيبشن وشو القصة اللي صارت معي ففي حال انتو صار معكن في مثل هاي المواقف لا تسكتو دايما عن حقكن يعني دايما انو ما بدنا نقول نحنا انو يعني عم نفتعل مشاكل لا ولكن انو خلص طالما في قانون بهاي البلد هاي البلد متل ما بيقولو هني انو القانون بدو يمشى عالكل فهذا القانون كمان لازم هني طبقوه على الكل ما يطبقوه مسلا على ناس وناس طالما في شركة محددة يعاملي قوانين للعاملين او للموظفين او للعملاء فهي القوانين لازم تكون تشمل الكل ما تشمل واحد ولا اثنين في هذه الحالة انتو فيكن تشتكو كمان على الموظف اللي سوا معكن هذا الشيء بحد ذاته يعني فيكن انتو تاخدو اسمو اللي مكتوب هون دايما لهيك ان الموظفين دايما بيحطوا اساميهم على صدرهم او على النامنشيلد على الكارت اللي بيكون مكتوب دايما هي للشب والفراو للبنت طبعا هذا الاسم فيكن انتو تاخدوه فيكن تدقوه على الكوندنسيفس او الكوندينس وفيكن انتو تشتكوه على هذا الموظف وفيكن تحكو انتو يعني القصة كيف صارت معكن من تقطة للسلام عليكم في حال انتو طلبتو من الموظف هادا اسمو لانو انتو بتكون تقدمد شكوه ضدو عند الابتاليون المخصص لالو وما اعطاكن اسمو فيكن انتو فورا تقولو انو بتكون تحكم مع التيم لايتا او الفيليا لايتا اللي هو رئيس الفراع اللي انتو رايحين عم تتسوقو فيو طبعا بهاي الحالي هني ما فيون يسووا اي شيء ومتل ما قلتلكون انو هني لازم دايما يكونوا يعني متل ما بنعرف انو بدون عملاء ما في مصاري ابدا للشركة يعني نحن الوقت اللي من روح مثلا على شركة معينة وعم نشتري عندها فنحن اللي عم ندفع الاجور او عم ندفع مثلا القهالت لهالعاملين هدول فهني مجبورين او هني لازم يكونوا دايما محترمين مع العالم ويطبقوا قوانين الشغل وقوانين العملاء او قوانين اي قوانين بتجيوا لازم يطبقوها على الكل هذا كان كل شي بيتعلق بفيديو اليوم وهي القصة ما قلتلكون صارت مايا حقيقية ومبارح يعني يعني الواحد لما بيصير معه هيك موقف دايما انو بيشعر بالاحباط عن جد وبيشعر بالحزن انو ليش انا يعني متميز عن عن يعني فئة معينة يعني ليش بس لانو مسلا شعري اسود وفتت على الشركة يعني انا زبون متلي متل غيري وكمان يعني ازا صارت مثلا حالة سرقة او صارت حالة شي في مع واحد اجنبي فهذا لا يعني انو الاجانب كلهم عم يحاولوا انو يصيروا حرامي طبعا بكل بلد نعرف انو في عالم سيئة وفي عالم ممنيحة ومتل ما بيقول مثل ان خلية خربت هذا كان كل شي بيتعلق بفيديو لهم حبيت يعني شارك معكن تجربته هاي السيئة طبعا للأسف وان شاء الله يعني هاي التجربة ما بتصيب ولا واحد منكن وان شاء الله دايما يعني البائعين والبائعات بيكونوا محترمين معكن يعني وما بتتعرضوا لهي المواقف ابدا بتمنى لكم جميع النجاح والتوفيق كان معكم شاير رسلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة